يا هلا وسهلا فيكم في حلقة 293 من بودكاست تلعاب أنا أحمد الراشد ومعي هنا عادل باجنيت هلا وسهلا تمام عندنا عمر دبي اليوسف هنا هلا وسهلا فيكم قبل أن نبدأ البودكاست كيف الكيو معك هذا هو كيف تتكلم عنه كنا نبغى نعرض في الفانتسي في البودكاست في الفانتسي 14 لكن هناك واحدة الله هديه عطاني نصيحة ونصيحة هذه ورطتني دخلت في الكيو دخلت يعني في القيام على أساس أنه خلاص أجهز البودكاست وطبعا اللعبة إذا أنت ما سويت شيء لمدة معينة يطردونك في طريقة قال لي عنها واحد الله يستر عليه قال أبدا تشغل الهد أنك أنت بتتعدل الهد وخله يصير ايف كي ما عليك وسويتها في الأخير طلعني لحي رجعت مرة ثانية إنه كفت يهلا وسهلا فيكم قبل لا نبدأ البودكاست عندنا البودكاستات الصديقة أول شيء عندنا الكرة معنا البودكاست يتكلم عن الكرة الأوروبية والمحلية تابعوهم إذا تحبون الكرة غير كذا عندنا كوميك بود كوميك بود يتكلم عن السوبر هيروز ويعني الأبطال الخارقين سواء كانت من الكوميكس الغربية ولا المانغا والأنامي اليابانية غير كذا عندنا باست الكبسة بودكاست شاطح يتكلم عن كل شيء في الحياة كيف أي شيء يعجبهم يسألفون عنه بالضبط ويتكلمون طبعا أغلب الأحيان كذا بالإنجليزي وبعدين يرمون لكم كلمة عربي يعني فاللي ما يعجب هذا الشيء يعني ما أدري إذا سيعجبكم بودكاست ألا لا بس يعني تابعوا البودكاست وجربوا شوفوا طيب بعد البودكاستات اللطيفة وأحمد ما فتح الدوكيمنت أنا قايل فيه شيء ناقص ما فتحته أيوه إذا ما أحمد فتح الدوكيمنت فيه عندنا اللي يبيلها ثنين نزل الجزء الثالث والجزء الرابع في القناة أنا توقع دبي خلاص خلصتوا اللعبة في السلسلة هذه أحنا خلصنا اللعبة بس باقي دواركم جزء آه لسه ما نزلت حتى الآن في القناة لا لسه أسبوعيا كل خميس كل خميس إن شاء الله وإن شاء الله نزود فيديوهات غيرها برضو فيه ماري بارتي جاي في القناة طريق ورد صح وفيه بعدها نزلت مراشعة 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 مراجعة أحمد مراجعة أحمد مقامك تنسي خمسة هاي أعطينا رأيك أحمد ياوك عزيز ها أعطينا رأيك المايك إليك خلاص يعني ننتقل إلى ألعاب لعبناها وأول لعب عندنا شن مقامي تنسي فايف بعد ما خلصتها وش أقول لكم عنها طبعا كتبت يعني التقييم موجود أعطينا في تويتر أعطيتها ممتازة كتبت تبدأ مسيرتك بعد أحداث مشوقة تبحر في عالم مظلم ومهدوم مليء بالتحديات والأسرار المثيرة تقاتل وحوش غريبة تقنعهم بالانضمام أو يخونونك بمخالبهم الحادة لكن حدتهم لا تصل إلى حدة القصة المملة والأداء التقني السيئ يعني واضحة واضحة أنه عجبتني اللعوة مرة عجبني تقريبا كل شي فيها من ناحية جيم بلاي أكيد عجبتني يعني ما ممكن العيوب الجيم بلاي قليلة جدا يعني استكشاف كان حلو قتالات كانت حلوة التفكير يعني بأنك أنت تجمج هل هال الديمنز شلون يعني شلون طرق تدمجها بأنه تطلع خطط يعني جديدة أو يعني فيه فيه في أنك تختبر أشياء جديدة فيه تقول والله أنا والله بسوي بدمج هذول الديمنز أساسا طلع ديمان فلاني بس ما أدمج واحد واثنين بدمج مثلا واحد وأربعة طبعا إذا نسميهم بالأرقام ليش لأنه رقم أربعة أنا ملف له طيب وعنده ستات كويسة مرة فإذا ادمجتهم بيزيد مثلا ستات الماجك أنا أبغى هذا بس ماجك قوي مثلا تقدر تسوي هالأشياء تقدر تقول والله يكون ضد ألمة معين يصير تبغى تأخذ عشان الأفينيتيز أفينيتيز أنه والله أنا يصير الديمن هذا ضد الضربات الفيزيكل طب لحظة تبغاها ضد ولا تبغاها أن ترتد ولا تبغاها 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 فهذه كلها تفرق أنا لا أدري إذا قلتها قبل أنه كلمة إذا صدت إذا الوحش صد ضربة من عندك إذا سوى أبزورب يأخذ ثلاثة أو مدري أربعة شيء اكتشفتها بعد ما يعني أعطيت انطباعي في البودكاست يعني فيه أشياء جديدة تكتشفها كل شوي وشكرا على السبسكريبشن يا فانتم ثيف أجم دي يا ذكي العافية هذا شكل يتابع كونن هذا لا لماذا كونن فرسونا فايف ممكن ممكن كونن كونن خلاس طب هل يخشى المحن وآه ها ها كونن خلاص طيب أطلب جد خلاص الموضوع مع شن مقامي القصة والأداء التقني هما اللي كانوا أشياء سيئة صراحة القصة بدايتها كانت مشوقة معنا يعني في غير يقول لا ما كانت حمس أصلا بس أنا أقول لك عن نفسي كانت مشوقة يعني حسيت أنه أوه خلاص ودي أكمل واروح أشوف موش صاير في العالم هذا عرفت بس تكمل ما في قصة إلين ما أو ما في قصة يعني ما في cut scenes عرفت يعني في تشوف القصة بعالمها عرفت والناس اللي يتكلمهم والديمن اللي يتكلمهم السايد كوست المهمات الجانبية السمتعت بقصصها أكثر بكثير من القصة العامة الله 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 معنا ما كانت خرافية بس يعني كانت ممتعة عرفت غير كذا في النص القصة فجأة كذا تعطيك تسويلك info dump تكبلك معلومات عرفت ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة بكبل معلومات مع أن موهب الشي الصح اللي تسوي بس في يعني في ناس تضبطوها لكن غالبا تكون يكون شي ممل هنا ما يطولون فيها للأمانة لكن الاتجاه اللي راح صراحة يعني جداً مختلف عن اللي توقعته من البداية بس مو أنه والله كان غير كان غير عن التوقعات بشكل إيجابي لا كان يعني راح طريقي اللي قاعدة أقول طفل حماس من ناحة قصة خلاص عرفت حسناً حسناً كمّلت زيادة كان فيه بوس قاعدة لاحق من زمان ما أبغى أحرق ولا شيء لكن هزمت البوس والكوت سينز اللي صارت صراحة كانت حلوة يعني عطتني توقع بشيء طيب اللي قاعدة أقول أوه حركة شونن بعدها بعدها بعشرة ثواني أوه أوه أوكي لا لا هذه حلوة هذه واحدة من المواقف هذه ما رح نساها غير كذا في آخر اللعبة أنا هذه بعد قلتها في التقييم كتبت أنه قصة ضعيفة بالرغم من بدايتها المشوقة ونهايتها المصيرية في نهاية مصيرية على حسب وش أنت تسوي في اللعبة وش خياراتك وش سويت وعلى حسب الاختيارات التي سويتها والأشي اللي سويتها ممكن تروح بنهايات مختلفة والنهايات هذه بزعمة مختلفين حتى مو بس كده لما تخلص اللعبة يعطونك طبعا اللعبة فيها نيو جيم بلس لما تخلص اللعبة الأشي اللي تأخذها بعد ما تخلصها تختلف من بين أندين و أندين عرفت تختلف كاري ووردين أو أيتم أو أيتم لا هي يعطونك يقولون لك أوه والله الديم الفلاني خلاص ستقدر تسويه الآن عرفت يختلف ما بين كل الاندينج والاندينج أو الطريق اللي أنا خذعته هو الطريق اللي ممكن أجيب فيه الترو اندينج على أساس عرفت أو يعني اندينج يصير فيه لسه فاينل فاينل باس عرفت سويت كل شي صح طبعا بالصدفة لكن في شي واحد كان كان لازم يعني تلفل عشان أو تلفل يعني السيكرت باس يعني أسهلك أنك تلفل عشان تهزمة فقلت خليني أخلص اللعبة عشان أسوي التقييم بدأ أرجع له أهزمة وبعدين أخلص لعبة مرة ثانية وأشوف سويت هالشي ورجعت ما طلع لي الفاينل الفاينل باس مع أن أنا مسوي كل صح بس طلع طلع لأن لأن أنا خذيت التسييفة اللي مر 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 قبل الفاينل باس عرفت اللي مر مر قبل الفاينل باس لازم تروح لقبل شوية أي فكان لازم أهزم ال ال السيكرت باس هذا قبل لا اي تريجر الإفنس اوصل اوكي اعرفت أنا انا اردي سويت تريجر للإفنس هذه قبل لا اسوي ايوه فالحين قلت اتكتشف تسجيل أقدم يعني ما ادري اذا برجع لتسجيل أقدم الآن اا ما سويت اخلاص لا اي لأن انا باليالله هزمت السوبر باس بالمرهانية تلبيلات اللي انا سويتها اعرفت فقلت خلاص لا خليها بعدين او اتفرجها يوتيوب بس مع انه ودي ألعب الفاين الفاين باس يقولون مرة مرة صعب ورهيب طيب فيه انا كنت بسألك مدري هو اذكر جاك سؤال هذا في تويتر لما قلت انت مؤثرات صوتية ضعيفة ولدأ التقني سيئ هل تتوقع مثلا لو نزلت على بلاي سيشن 5 ولا على سيريز اكس بوك سيكون أفضل ولا ما رأيك انت فيها اجاوب على سؤالك انت تعرف عادي انا العب على السويتش العاب يعني ضعيفة طيب عادي جدا لأنه اقدر اخذها محمول ما عندي مشكلة اني اضحي به الشيء هذي من العاب القليلة جدا اللي قاعد اقول ودي العبها على PC أو PS5 أو او او يعني مهب لدرجة اللي ابغأ اترك اللعبة ما بلعبها زي مثلا بلوتستين على السويتش لا مو ما وصلت لها الدرجة بس انه تعرف لي قاعد اتمنى اني اشوف على الاجهزة هذه لأنه ما يعني ما تحس انها كانت مسقولة للجهاز عرفت مع انها حصرية حتى الان هذا الغريب مرة فانا هذا يقول لي انهم متوهقين مع البنديميك مع الكورونا وهذا امور عرفت ف بس برضو انا في النهاية التقييم على المنتج النهائي يعني وهذا اللي صاير صوت الضربات موثلات صوتية صوت الضربات خاصة ياخي تسمع صوت ضعيف تحس انه ضربة مفوض تجي اعرفت يعني شيء امباكت عالي فيه لكن في اللعبة تشوف الحركة كأنها تسوي كذا او شق سيف كذا تسمع شخ كذا عرفت في بعض الضربات في بعض الضربات تجي صح يعني صوتها مرة حلوة يعني شيء شيء ما تعب نفسهم بس ما تعب نفس في الأشي الثاني أو الأغلب الباقي يعني فابد مع إلكترونيك يعني شيء يعني شيء مثل ترانس أو الهاوس عرفت دامجينها معا حالو أي لابد بس كلا مو قد برسونا صحيح أي مو قد برسونا لكن أنا يعني في في ممكن سبعة تراكس حاطم في البلايلست اللي الحين أضفتهم ماشا الله أي لا لأ عنده تراكس حلوة أي في تراكس أي وخاصة خاصة التراكس حكت للقتلات مرة مرة حلوة مبدعين في الدرومز بشكل ليس طبيعي ولكن يعني واللعبة أنا تصور إنها ممنوعة سنتكلم عند الخاص طبيعي صراحة في البداية تقول لا في البداية تقول لا شي يعني أوكي هناك أشياء دينية رموز للألوهية والمدري إيش هالأمور لكن يعني مهب بال يعني بقوة الأشياء ثانية هي المشكلة إنه فيه أشياء ثانية ما سأقول هي نفسها جنسية بس خلن نقول رموز جنسية أحرار لا تسكيفت ذات يعني أبدا أبدا لو لعبت اللعبة لا تلعبها قدام ناس صغر بس هالأشياء ما تأتي بدري تأتي بعدين مرة مرة وصح اللي على الويلتشاير قصتك صح أيوه أيوه هذاك يعني أنا لقاتي قول يعني هذاك نكبة يعني مرة أنا جنسي ألعب اللعبة في الصالة أو هالي موجدين طيب وأنا حاطة في البنش عرفت وحاطة معي ولفّل ويجي كيدا في الشاشة يعني 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 يجي في سرعايا يلا في واحد اللي يرقص ذاك اللي في البداية يجي يجي في بداية آه اي 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 لا لا صح في واحد في البداية برضو يعني في شي يعني ما ينفع لنا عرفت خلني نقول كذا يعني بس يعني اللي بيلعبها أو ناو يلعبها ينتبه من هالأمور ما ظن جي كام قيموها لأنا حاولت لأقي تقييم لها قبل لا أنشرت تقييمنا وما ما لقيت فحطت تي بي سي حقتهم اي اتوقع انهم ممنوعة ومرة ما ألوم منها ممنوعة أو جاء ما جاء ما ألومهم أبدا تلقي الشركة نفسها قالوا لا لا نرسلها ما 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 يحبون فيها يعني يعني هذه من الأشياء اللي يقول اي ما ألومكم تمنعونها إذا منعوها بس هذه كانت الشيء مقامي إذا عندكم أي مقامي حبي قل ما ننتقل أجل إلى أو خلاص ننتقل إلى بايندغوفايزك بايندغوفايزك ربنتنس 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 بدوا يصيرون يابانيب لأسامي أيوه لا هو كده تعرف العناصر الدينية دائما أفتر لايف لا راث تعرف اللي تتشعب زي الجذور وتروح وتتجرب تروح هذا الطريق هذا الطريق والحب فيه طريق جديد فيه باسس جديدين قاعدين حاطينهم جديدين وحوش تجديني يعني الحركات ومار رشاطها في واحد من الألم المنميز العاديين دوب كي وتشوف وكي تحس ما ملي الموية تذبح يقوم يطشر كي تعرف اللي ما أنت طلقات كلها قطرات صح ما تجي كده زي الشوار كبير كده في الغرف وتحاول ترحاش منها بعد ما يموت عنده ضربة نهائية علي وعلى عداي خاربة خاربة فيه ايتمز مرة كثيرة جديدة سينيرجيات جديدة نفس اللعبة القديمة بس اللهم أنه في حشوها كده كونتت جديد وزين يعني عادوا حياء اللعبة بالنسبة لي زمان ما لعبتها كي جي تشغلت شريت ديالسي وقاعد ألعبها الحين ما ما خلصت فيها شي جديد يعني إلى الآن في سلاحة كاركتر صح بعد أضفوهم ممتاز بس أنا قاعد ألعبها بس في لعبة كذا خلت خلت من وقت لعبة لعبة فيها كيوز كثير فيها كيوز مرة طوّر ما موجود على الشاشة الآن لا لا أبد باين نيجا فايزيك ربانتس زيادة من باين نيجا فايزيك للي يحب اللعبة أوكي يعني زيادة مورف the same تحب باين نيجا فايزيك نحب زي غريد اللي فاتت كان مود مختلف شوية لا هذي نفس المود الأساسي بس زيادة حولو ممتاز وموجود على كل أجهزة ألا أتوقعي أنا شاء الله سويتش أوكي أحس مكان سويتش حتى 20 دولار أنا شاري من زمان اللعبة الأصلية فتفرق لو بدأت هذه قبل أو خش أو كيف تحتاج اللعبة الأصلية أصلا عشان تشتري DLC أشتري DLC وخلاص يصير جزء من اللعبة لأن أنت على حسب البلد اللي قاعدت تمشي فيه على حسب السيد بيطلع لك طرق فإذا خدت DLC بيصير طريق زيادة مفتوح فهمت علي لا جلي خذ اللعبة كاملة خذ اللعبة كاملة اللعبة كاملة الآن ظاهر مع كله DLCs ب60 صارت كانها لعبة كاملة كانها فول برايس اي فول برايس الله يا أخي أحسن لعبة روك يا أخي مرت بالنسبة لي أذكر أنت كتاب فيها 3-3 ساعة ما جحج 4-4000 4-4000 4-4000 4-4000 4-4000 4-4000 4-4000 حسنا حسنا كاملة نصر 5-4000 7-5000 5-4000 5-4000 5-5000 5-5000 6-4000 6-6000 6-5000 6-7000 7-6000 7-5000 7-9000 ذا دون لقد امتلت المساعدة ماذا تزدد سكريم بيرن نعم نعم لكن ماذا تزدد الكيو اه 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 احمد طيب على طاري اللعبة دي انا ميت وبدال ما اسوي رتانت وما ادري وشو وصويت ويت ماذا ارجع اه اظن تضغط ال اه انا تحكمك ما ادري وشو الاقويفلنت وستارت او توشباد اي اظن يطلع لك المنيو اوكي طلع للمنيو وشوك اطلع للمنيو اه 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 والله ما ادري لا ما ادلع لانا لانا تحكمك ما اقدر اعرف وشو تضغط اه لعبتكم شي شي تقدر اه لا 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 اه رأيت الزر اللي ينتقل من من ويندو الويندو اي اي روح الان تحت يمين تحت يمين تلقى كذا شي ملون اه كذا زي المكتوب شي ايوه ايوه خلاص ايوه ايوه اعطيك العاف اعطيك حسنا ننتقل ايوه صاحب ايزك هل في شي تبغان تضيفونا ولا ننتقل بعدها حسنا ننتقل الى فانل فانتزي 14 اند ووكر طبعا مع الكيوز والحوسة وهذا ما اقدر نلعب واجد انا على اقل قدرت اشوف التايتل حق اند ووكر ما تكلم عن اللي موجوده التايتو سكرين اللي فيها ستارت ومدري ايش لا اتكلم عن باللعبة انه في الكاتسين بعد الكاتسين كده يقولك اوه اند ووكر انه هذه المقدمة انت كان قلت شي عادل بس ما سمعناك لا انا ما قلت ما قلت ايش ايش اسم لعبت واش سويت دخلت شفت كم كاتسين تكملة للقصة وبعدين رحت رحت المدينة الجديدة او المنطقة الجديدة وشكلها جميلة جدا لكن يعني ما امداني وصلت على طول رجعت سويت تليبورت ولعبت مع دبي دنجون وبعدين بعدين رحت سويت شوية كم كوست حق السيج جوب جديد جاء مع الإكسبانشن هذا وشكلي باخر وشكلي باخر وشكلي باخر وشكلي باخر وشكلي باخر سيج وشكلي الثاني ريبر ريبر خالد خالد المفوض كان موجود معنا اليوم بس شكله يعني انشغل كان يقول لي اكتب لي ترى ريبر مرة رهيب يعني مرة مرة خاصة يعني انك انت تتبه شي يطق اكشن فيه مو بطبيع يقول لي فقلت لأنا والله بأجرب بأكمل مع السيج السيج والله شكله رهيب مرة يعني فيه اشي من الحركات اللي لقطتها انه فيه مثلا اسوي حركة بعدين اسوي حركة مثلا عليك انت يدبي معي في البارتي فدامي مسوي الحركة هذه عليك فيه ستاتس عندك معين يصير كلما أطق بضربات معينة يهيلك اطق الوحوش يهيلك انت اوكي حلو اي هذا اللي شفت الان يعني حسيت يعني اوكي دمج بين الهيلر والبلاك ميج لكن دمج غريب ما قلت شفته من قبل اي والله يمكن افكر اخذ اجل اي لا رهيب السيج مرة مرة عاجب بس يبيلي اكمل فيه واشوف شلون حركاته لانه اذا مشاهل بسيكت غانبريكر 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 رهيب هذا اللي المت decide على سيف نفس الوقت ساть على سيف كما فانفانس 8 مستر هنتر تجعلني أسوي ضربات ثانية فيه ضربات أقدر أسويها ومرة عاجبني ضربات أسويها بالشحن هذه ضربة فيها كده تحس فيها إمباكت قوي كذا عرفت رهيب رهيب كم بيكر فيها كذا إمباكت قوي ومو بزي شن مقامي ماذا بعد؟ فقط يعني الآن أريد أن أكمل بالسيج يعني كان المفروض خالد يكون موجود يعطينا يعني سالفة ريبر ايه ريبر، دعني أرى ما أكتب لي عشان يعني أخبر سأل لك شي إذا لم أحضر يعني؟ ايه لا كان كان بس وليف يعني يقول إن صح تجرب ريبر أسطوري يقول بيأخذ مكان الدراجون رسمي يقول بالنسبة له لأنه دراجون أصول ايه دراجون ويقول إذا تبي دي بي أس طب عليه على طول يقول بتحصل مهمته في أولده المدينة الصحراء لماذا يمديني أغير الجوب؟ اه اه انت في مكانك تقدر تختار أي جوب موجود في الديل سي انت لأنك لفل أظن عشرين ولا اه 28 اه أي جوب موجود في الليفلات هذه تقدر تحول عليها مجرد أنك تتجيب السلاح حقه وتسوي لأكوب بس طبعاً كيف تأخذ السلاح أنك تقدر سوي لأكوب أنك تروح للمشن حقه حق الجوب هذا حق حق بعض الأحيان يطلقك على طول يعني الجوب على لفل خمسين سبعين يعني؟ في لفل ثلاثين في خمسين في ستين على حسب السيج على لفل ثمانين أنا لقيته بس ما أدري إذا أحتاج ثمانين ولا لا بس هذا اللي لقيته أه 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 ايوه هي اصلا هذيك المدينة معروفة انها المدينة اللي تسوي تست فيها القوة كمبيوتر ايوه فيها زحمة عالم بعد ايوه بضبط ما شفت كمبيوتر منشيها على ستين فريم الا قليل جدا شي شي مرة كمبيوتر قوية مرة دايم دايم هناك تعليقات او يعني شو اسمها فريمات تطيح او زي ما تشوفون اللي يتابعوننا على تويتش او يوتيوب الكيو حقنا لسه 1500 يلا بدينا البودكاست وحنا 2000 وشوي يلا يمكن نوصل هاشتاق العب وهو داخل في دعزوس سوالنا ريد اوه شكرا يا دعزوس شكرا 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 الآن أظن كذا دبي انت لعبت أنه فانسي 14 وصلت لـ 20 أنا لعبها 28، أنت مصر أني وصلت إلى 20 آه، أنا حسبك 20 من أول، مدرأت أنه 28؟ لا، 28، كنت أقول عشان كده، كده يجب أن يغير، إذا لفل 30، يغير، يجرب شي جيد أنا، لأني قاعد ألعب Conjurer، بدأت ماجيك، أو يضرب بالصخر، وبالهواء، أظهر تار نعم، هذا هو طريق الـ White Maid ما فهمت أنه أسهل طريق تدخلها لأنه أيضاً الهيلرز، الناس يدورونه في الميشن، أو شيء صح فقلت، لأنني أغير بسرعة، وبعدين أغير على DBS نعم، وبعدين لما نخش مع بعض، أنا عادي، أنا أستطيع أن أحاول أكمل بسيج، أو شيء نعم، أكثر من كلاس نعم، سأستطيع أن ن رح كلمة يا أخي ماروة كثير اللعبة كذا رم ريبورن مليانة كذا مليانة 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 اي عشان كذا أنا دائماً أقول إذا ما عندك مانع تدفع شسكب مع أني أنا يعني أنا ما أحب أنا شوف أني عندي وقت أنا عندي وقت يمكن أن ألعبها قبل هيلو والبقين يمكنني ألفل ونفعل شيئا بس يا مره ما أصخف البداية مره 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 ما أصخف أنا والله بالليال استحملت رم ريبورن كويس أنه كان رمضان كل واحد عنده ساعات كذا فاضي فيها ويبوي أي يبينك تكون رائع كذا وما خلاني ألعب اللعبة صراحة لأنني شفت شلة من الشباب طابين قلت يلا هذا وقت لما لعبت الحين ما راح تلعبها بد لا فقط لا بس ألعاب بعدين ترى تصير حلوة يعني هذي طفوش أنا معك أنا معك إيه لا أنا معك أنا عشان كذا مرة ما أحبها مرة أو ما أحبها بتأكشني بس يعني كقصة أوكي تحس أنهم زارعين يعني بذور القصة فيما بعد عرفت مم تقول مصطلح يا أحمد كيف بس مشكلة ما قلت متعوب عليه تكلج وأم ايه تستعمل لا بس يعني فيه أشياء تكون موجودة عادية بعدين تلقيها بعد فترة في في الديالسيات وهذا تطلع بشكل حلو خاصة حق تشادي برينجرز مرة ممتازة طيب أظن كذا كافي عن فالفنتسي 14 وإن شاء الله إذا لعبنا زيادة نعطيكم الأوبديات والكيوس خفت نتكلم عنها صحيح طيب وآخر لعبة عندنا في فقرة ألعب لعبناها اللي هي فالغايز ألتمت ناكاوت السيزن السادس وصل السيزن السادس أيوة طبعاً أنت تتكلم عنك ألا عن زوجتك أتكلم عن زوجتك متابع معها الله الله ونعم فيكم كله الله يعطيك العافية أبداً عندك السيزن السادس بدأ قبل كم يوم تقريباً أضافوا بس خمس مراحل الثيم تبع الثيم الهوم فيستفل أو المهرجانات وش هاي كذا تلاقي المراحل كذا ملونة كأنها خيمة سيرك وش هاي كذا الله أضافوا خمس مراحل بس اللي استغربته أنهم ما أضافوا حتى الآن يعني فاينل جديد هم غالباً مع كل سيزن يضيفوا لك خمس مراحل أو حولها لكن يضيفوا لك أنه فاينل جديد له علاقة بالثيم حتى السيزن ممكن هم لأنهم دائماً عندهم حركة يسوونها أو شيء يفتحوا لك السيزن بعدين مثلاً يشوفون إذا السيزن فيه مشاكل أماكن يعني ناس يقدرون زي نقول أنه يغيش منها ما بيقول يغيش يعني يستغل دخلة من المكان فأنه زي الثغرة يعني زي الثغرة مع أنها ما هي ثغرة فيصعب لك ويمشي على طول فالمهم هم أضافوا خمس مراحل معظم المراحل يعني سباقات عادية بطريقة الثيم مرحلة أنه مثلاً تلاقي يعني زي الدوائر حق تراس الخيمة بس تكون مستقيم أنك لازم تمشي فوقها وتعديها تلف على كل الاتجاهات مثلاً مرحلة ثانية أنك مثلاً هي يعني سباق فتمشي بسرعة عاد أنك مثلاً تجي تمشي فتلاقي نفسك دخلت في زحليقة الطريق مش عكس تعدل أمورك يعني أمورك سريعة في مرحلة هذه أتوقع هي اللي بتعجب أحمد أيوه ما دل لشي بتعجب أحمد لك توقعت هذه المرحلة تعتبر كاياس كلها تعتمد على البايبس أو الأنابيب أيوه أيوه حساس أنك بس تمشي تلاقي مثلاً قدامك أمب وبين تدخل في واحد فيهم تلاقي نفسك وصلت إلى ناقبة ثانية تلاقي قدامك ثلاث أنابيب تدخل في واحد فيهم تلاقي وصلت إلى ناقبة ثانية فيعني اختار الطريق ما تدري ما يجيك طريق ولا لا وش ممكن يجيك سيئ راندوم راندوم يعني ممكن تدخل في طريق تلاقي على اليمين واليسار مدافع تطلق عليك إذا جتك طلق تطيرك بر المرحلة مثلاً بس أنا لا سؤالي سؤالي هل ممكن يوديك مكان خلاص أنت مضمون أنك ميت ولا لازم ولا يوديك دائماً مكان تقدر تتعدى لا تقدر تتعدى لكن مو أنك فهمتك مو مثلاً يجي يطلعك بايب على طيحة مثلاً هذا قصتك حتى الآن هو بس يوديك أنه في طريق يعني أنتوا حظ كأنه يكون صعب أو أنه يكون سهل في مرحلة أو مرحلتين اللي هم طريقتهم جديدة شوي مرحلتين هم نظام الهنت هم سموها هنت لكن ما تعتبر هنت يعني بشكل عام أنه في مرحلة أنك تجي الطب هي مرحلة تقريباً معلقة في الهواء تلاقي في وسط المرحلة منطقة كذا زي المستطيل ذهبي لازم تسوي لنفسك بالانس أو توازن نفسك بحيث أنك تكون جوة المستطيل عشان تجيك نقاط عشان توصل لنفسك مياه وتفوس في المرحلة أوكي كين قبل ذهل تقريباً تقريباً يعني يكون واحدة طريقة بس اللي يريدها توازن أيوة تلاقي نفس بس مرحلة يعني كبيرة تلاقي مثلاً على اليمين أشياء تنطط عليها تحاول تقعد تسوي لنفسك بالانس عشان تقعد على اليسار تلاقي مثلاً فيها زي هذا العامود اللي تعلقون عليه حقين السرك عشان يرغب يتشقلب فهذه مرحلة وفي آخر مرحلة الاسمها leading light هابي واضح من اسمها في نور يجي في المرحلة وانت شغلتك انك تلاحقه طبعاً في عقبات تلاقي فجأة الأرض قفلت عليك الطريق قفل انت إلحق ورائي لما توصل مية بالمية أوكي أوكي ففكرة السيزن الخامس يعني يعرضه من السادس حتى الآن فلة بس أنا ما زلت منتظر اللي يشوف المرحلة الأخيرة شو يسوون فيها بس بشكل عام يعني أنا يعجبني فيهم أنهم ما يتأخرون على طول يعني يجي أول شي يسوي لك بعد فترة يسوي لك update السيزن جديد بعد فترة نقول مثلا من شهر لشهرين half season update أو تحديث نصف السيزن بعدين نبدأ لك على طول على السيزن الجديد اللي ما يمديك تطفش إلا في شي جديد أيها بالضبط فبشكل عام هذا هو السيزن يعني حتى الآن قاعدش غالبي ونشوف الوضع كيف إن شاء الله تمام تمام وكذا خلصنا من ألعاب لعبناها ننتقل قبل لا تخلص في أحد يسأل من هي لطيفة المقرودة طيفة المقرودة هذا الكاركتر حقتي في فالماتس بورتين لماذا شباح لهم طي كنت جالس مع أمي كنت جالس مع أمي وأنا أسوي الكاركتر هذا وقلت هالمرة والله أريد أن أسوي كاركتر لأن أنا مرتين لعبت اللعبة قبل وكل هات قلت يالله نسوي بنت هالمرة وسويها وأقول لأمي هاه واش يسميها قلت ما من هي ذي ومدر إيش شرحت لها قلت لأنه هذه لعبة عالم مدر إيش في سحرة هنا في مدر إيش هي بدكون ساحرة قلت ساحرة أوكي سمها لطيفة اسم أمي لطيفة وإن قالت قلت لها قلت لها طيب هم يطلبون شاسمها الفرس نيم ولاس نيم يعني اسم العائلة قالت لطيفة المقرودة طبعا لأشان سحر وما سحر أمت مقرودة عجبني الوضع قلت يالله خلي أحط لطيفة المقرودة أنا ودي أشوف واحد من وظافين سكوير إنك سحاوي يقرأ الاسم راتفة المقرودة طيب ننتقل إلى أخبار العاب وأول خبر عندنا وش يا عادل فيه S.E.F. أورد وش قصتها S.E.F. أورد هذا اللي هو لا إله لله الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية عندنا أيوه سوونهم زي حفل الجوائز سموه S.E.F. أورد طبعا اختاروا أعضاء أنا عجبنا أعضاء المجلس الاستشاري عندك تحمل البسامي مؤسس ترو جيمينج وليف العمير مديرة العلاقات من بلاي ستيشن عصام الغامدي مدير الألعاب الإلكترونية في نيوم فلوس سويل بمسؤولة أول قسم الألعاب الإلكترونية فيه العام المرئي والمسموع وفيه محمد مدير منتجات الشرق الأوسط في أفريقيا طبعا فيه لجهة تحكيم نواف النغموز عبدالعزيز الشهري عادل ميقرن حي صراحة عصام شهوان وعلي القرعاوي طبعا الفئات زي ما قلنا لها علاقة بالرياضات الإلكترونية أفضل لاعب في الرياضات الإلكترونية أفضل لاعبة في الرياضات الإلكترونية أفضل لاعب ناس مضبوطين ترى يعني صراحة لا لا صدق يعني ما أقولها كذا مجاملة ونعفيم لا كلهم صدق ونعفيم يعرفون لست جامدة بس يعني خدوني معاكم أخوكم صغير والله عد في أشياء تجي عادة تجي آخر لحظة ويقولون آه يالله تجون وندروش ونقول آه ما هنقدر بودكاست عندنا بدري حلو حلو ممتاز والخبر اللي بعد عندنا آه أش الخبر اللي بعد ه بعد سنين وبعد سنين ايش آه لا دعنا قبل الجيم فاس يقولك أخيرا مايكروسوفت آمنوا قالوا أنه نحن عندنا مشكلة في سالفة الفيديو كابتشار والشيرين وهذه الأشياء وقبل لا ترى أنا نخبر لكم ترى نشغال عليها نصلحها كابتشار 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 مادري هذا الكلام حق يعني أول كان على الموقع كان قرم لك تأخذ الكريب ويبوست الحين لا خلاص من الأب تقدر تطلع الفيديو وتسوي الاشير الكابتشار رحين أب تو فايف منتس بس توقع قصد قصد من ناحة ستريم وما ستريم وما ستريم وما ستريم لا لن يقول أنه نحن نحن غلط هم يقول أن الفيديو نحن نحن نطورها يقول لدي طريق 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 يعني لدي خطط تحسين لها هي أول كشير كشير كانت كان كشير كشير لكن الآن شير كويس التسجيل من أول هو زين وتحسن مع الأكس بوكس وان اكس حتى وفي السيريس حسن زيادة ممتاز ممتاز زدا حين اي كابتر يسوي لكابتر خمس دقائق مرة فلا تقدر تزيد تلقط أم اللي وش صاء ها نعم تقدر تبرمج الشير تقول سجل آخر ثلاثين ثانية سجل آخر خمس دقائق أو ما هو و بلايستيشن نفس الشيء تقدر تسجل ربع ساعة تقدر نص دقيقة ما تبغاه تقول بلايستيشن لما تضغط زر الشير يعطيك خيارات الأكس بوكس كيف طريقته نفس الشيء أو أنت تتميلك برمجة بس تقدر تقدر كده وكده حلو ممتاز واجب كده ممتاز فأ فأ بس كواس زين خنشوف تطورات إذا في وإلا سريميق وإلن إلن سهل سريميق وكده تشبك ويبكام بكل سهولة في الأكس بوكس انت الموضوع ولا ألقاتو ولا دلقاتو طب يقعد يكرش علينا هنا ويستهبل علينا خلاص خلاص طيب ألعاب Game Pass شهر ديسمبر Game Pass عندنا Among Us على الكونسل وإيش اسم هذي هدوها نازلة بتكون من قص أظن باني متأكد يمكنها نازلة من قبل في لعبة اسمها أرفل ولا أريفل ما قادر أقرأها أنفل أنفل أكيد غير كذا فانتسي 13-2 أو لا 13-2 13-2 والأون مانين والأون مانين ستاردو فالي باتل سكتر رابر بانديت سبيس وارلورد وارلورد أورغان تريدين سيميليتر يا سابس يا سابس يا سابس يا حر محاكي التجارة بالأعضاء من ما هو وارلورد وارلورد عندنا ما تريد الترجمة ما تريد لديك هيلو انفنت هذا غير الملتي بلاير هذا اللعبة يعني الكامبان الكامبان الملتي بلاير بلايش لا 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 بعدين هناك أرش أو أرك وفي وان بايرت ووريورز فور ووريورز وفي آليونز فاير تيم إليت نحن نرى واحد من الشباب راشد الذي يتبع بانتا ينامكو ويمدحها جميل جميل روالله أنا أول مرة أسمع فيها الصراحة غير كذا ننتقل إلى بلايستيشن بلس في ديسمبر طبعا الآن هذا الأمريكي يقول قودفول تشالنجر اديشن جميل هذه لها سالفة سالفة هذا مورتل شل وبعدين فيه لايجو دي سي سوبر بلنز لا أدا هل يتغير في سعودي أو لا فقط هذا هو الأمريكي لنظر هل حصلت إلى ذلك هذا أو لا أفحد فقدفول ماذا قصتها يا عادل أنت شكلك عارف القصة زين صوتك مرة مرتفع ترى المايك سن أيوة أيوة أوكي قاد فول تشالنجر اديشن يعني نقدر نختصرها بكلمة واحدة نقدر قولناها ديمو حرفيا أو ترايل أو ترايل أنه يحطي لك بس ثلاثة جابز وكمان اللي أنا فهمت أنه الجابز ملبلينها أردي ليس أنك تحتاج تلفيل يعني فإنك وحتى اللعبة ليس كاملة على أساس أنك إذا ديت بعد فترة مشيت في اللعبة بتضطر أنك تدفع أعتقد حاجة حول 40 أو 50 دولار عشان أنك تشتري اللعبة الكاملة عشان تكمل بعدها يا حرام فغريبة هذه لو كانت أكسترا زي كذا بالإضافة إلى الألعاب ديسمبر يعني أنا أشوفها عادي لكنك تحطها هذه اللعبة الأساسية حق ديسمبر مبحلوة أبداً مبحلوة أبداً مبحلوة أبداً صراحة أصدعاء يعني اللعبة الأساسية أي هذه يعني يعني لو أننا بلاي سيشن بلس ما عودنا على أنه يجيب ألعاب كامبلة وهذا كان يعني يمكن قلنا أوكي بس خلاص تعودنا منهم كم ممكن ثمانة سنين أو شيء زي كذا فهذه ما ما عجبتني صراحة بحركة غريبة بلاي ستيشن غير كذا على طريق بلاي ستيشن هناك خبر أنه يعني تقرير أو إشاعات عن بلاي ستيشن بأنهم شغالين على شيء نافس الإكس بوكس جيم باس في يقول لك أنه هيكون من الطراطيش اللي سمعونها يقول لك طبعا هذا من جيسون شراير حق بلومبرغ يقول أنه طبعا الكودنام حق الخدمة الحين اسم سفارتكس طيب يقول لك لا يقول لك أنه بصير بصير البرايستيشن بلس بس بصير بلاي سيشن بلس فيه تيرز في الاشتراكات عرفت أنه فيه والله اشتراك العادي فيه اشتراك المدري اشتراك زيادة اشتراك حركة اكسبانشن باك حق نتندو نفس الفكرة ايو ايو بس أنا لا توقع سيزيدون مرة سعر زي نتندو الا لو حطوا يعني ألعاب كثيرة كثفوا اللي عندهم اي ممكن لأنه يعني هذا كتبته تغريدات حتى رد العصام شهوان كان يتكلم على الموضوع قارنت بين بلاي ستيشن الخدمة الجديدة حك بلاي ستيشن طبعا المتوقع لأنهم ما اعلنوا شي طبعا كان المتوقع يقول لك انه هيكون غير الاشتراك البلس العادي بيصير مع هذا خلنقول بلاي ستيشن جيم باس خلنسمي بلاي ستيشن جيم باس ومع ها برضو فيها ألعاب قديمة من بي اس و إن و بي اس دو و بي اس بي البي اس 3 ما ظلنا شي مؤكد اللي أنا عنفه اللي أنا سمعته أنه بي اس و ان و بي اس ثري و البي اس بي هذا مؤكد البي اربي اي اس دو مؤكد لكن ما بيجي معهم معروضetas يتأخر شوي لا هذا العكس أنه بي اس ثري هي اللي ممؤكدة لأنه لأنه بطبيعة البي اس ثري صعب أنك أنت طبعاً ليس مستحيل، أنا أعتقد أنه يستطيع الـ PS5 لأنه قد يوجد بي سيزيز محاكي لـ PS3 صحيح أنه لا يعمل معها كاملة أو مثل بلاي سيشن 3 نفسه لكن سووها بدون سورس كود فهما أكيد عندهم سورس كود فتصير أسهل لهم بس طبعاً يعني مو معناتها أنه عندهم سورس كود معناتها شي سهل لسه سيحتاجون موارد و أمور يعني عشان يقدرون يمشون الموضوع وطبعاً هتكلفهم يعني فاللي صاير أنا قارنت بينهم أنه بلاي سيشن الاشتراك هذا سيكون فيه بلاي سيشن بلس اللي هو الـ Online مع الألعاب المجانية الشهرية غير كذا الـ Pass حقهم دعنا نقول لنا بلاي سيشن ناو هو اللي حولوه بلاي سيشن ناو الحين عنده فوق الـ 400 لعبة طيب الفرق بينه وبين الأكس بوكس Game Pass أنه بلاي سيشن يعطيك مكتبة فوق الـ 400 لعبة الأكس بوكس يعطيك فوق الـ 300 لكن الأكس بوكس من ضمن الألعاب هذه ألعاب الطرف الأول حق مايكوسوفت البلاي سيشن لا بس قل هذه ما أدري إذا سيضيفون الطرف أول ألا لا في الـ Pass الجديد PlayStation وغير كذا الألعاب الكلاسيكية حق PlayStation كلها ستصير مثلا 180 دولار دعنا نقول مفترض برضو Game Pass Ultimate اللي هو Game Pass زائد ما اسمه؟ لا لا هلا الله Game Pass زائد أكس بوكس Live with Gold مع بعض هذه 15 دولار في الشهر فتصير 180 دولار في السنة البلاي سيشن ناو حاليا إذا تأخذ سنوي 60 دولار بدل 120 في الأكس بوكس فإذا تدمج كل شيء سيصير تقريبا 180 دولار إذا كان مثل كذا السعر مقبول لأن منافسة Game Pass يبيع لكيام 180 دولار في السنة فإذا ستقدم زيادة على ألعاب كلاسيكية فنرى القيمة في البلاي سيشن أعلى طبعا من المتوقع متوقع لكن على الافتراض هذا يعني نينتندو هو المشكلة نينتندو العشرين دولار عندهم العشرين دولار وعندهم الخمسين دولار العشرين دولار مقبول لأنه رخيص ويعطيك لعبتين باكمان وتترس نتيناين وش اسمه وعندك ألعاب كلاسيكية حقية أنيس وسنيس أوكي عادي مقبول مع أن الونلاين تعبان بس الخمسين دولار لا ما يسوه المية ثمانين دولار حقات أكس بوكس تسوى بالراحة أكثر من أبو خمسين دولار هذه عرفت فما أدري يعني بلاي ستيشن وين حيوصل يعني هل هو بيوصل مية ثمانين دولار في السنة ولا حي يغلأ أكثر ولا بيصير فيه أكثر من تير يعني يمكن يكون فيه أنا على ساس أنه فيه اثنين تيرز ممكن حيصير فيه ثلاثة يمكن يقول لك والله إذا تبقى تضيف العابة كلاسيكية كذا إذا تبقى تضيف الباس كذا والله إذا تبقى تفصلها أحسن لكي يأخذ كل ما يريده صح؟ نعم نعم أنا معك لو يفصلونها ويضعون سعر بندر نعم إن البندر يكون أخص عشر دولار نقول نعم هذه ممكن تكون رهيبة صراحة بس ننتظر ونرى هو يعني يقول لك الخريف لا خريف قصير الربيع نقدر نعرف وقت الربيع وغير كذا أي منافسة بين دولة الناس وأي شيء وغير كذا مدير سيدي بروجيكت ريد يقول أنه سيدي بروجيكت ريد ليست للبيع ما أدري ليش فيه آه أنا كان فيه شعار طال عنهم أن هناك أحد يستحوذ عليهم وعلى طاري سابر بونك الحين قاعد يجيها تقييمات إيجابية على ستيم أظنها بدأت تصلح هي بدأت تصلح هي بدأت تصلح وضاه رجعت الستيم ومع التخفيضات حق البلاك فرايدي وهذه الأشياء الناس بدأوا يشترونها في ستيم فمع التجارب مع الناس جربوها أنه أصلاً البي سي أنا كأني سمعت أنه الناس اللعبوها على البي سي ما كانت عندهم مشاكل كثيرة وبالعكس مدحوها إذا ما قد خلطان لكن أنا ما جربتها لكن هو بالفعل هو بالفعل مع رجعتها مو مع رجعتها مع التخفيضات حق البلاك فرايدي وذي الأشياء الناس بدأت تشتريه وبدأت تجربه وبدأت أنها ترجع التقييمات الإيجابية لللعبة أي تمام رجعت الحياة لللعبة والله يوم فوتوا فرصة ذهبية على أنهم يسوون إمباكت قوي الحين يعني حتى لو رجعت تمام ومسقولة والناس عجبتهم ما أظنها سيكسبون مثل ما يكسبون لو انتظروا ونزلوها وهي مضبوطة أو على الأقل ليس بنفس المشاكل التي قبل لا أدري أشعر أن الألعاب الثانية كثير الألعاب اللي عادي كانت تفقع وتصلحت وعادي كسبوا ما عندهم مشكلة ما طاحف مشاكل لكن هذه بالذات الباكلاش حقه كان قوي جدا لدرجة أنه أنه أشعر لو طولوا أكثر كان زيلا لهم معك لا تتعلموا من وتشر أو لا وتوقعوا أنه اللي صار مع وتشر عادي يكررون مرة ثانية ليس بصاير شيء هذا اللي يجي في بالي خبر لباعدة وش عندنا اكس ماس افك تفالوبرز حسنا 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 هناك مطورين لماس افكت أو دعني أقول ليس مطورين كاتب وملحن سابق لماس افكت نعم يبغون أظن بيسوون تي في شو لماس افكت مع مع أمازون أمازون حسنا يقول لك الليد رايتر حق اسمه ديفيد غايدر أو غايدر نعم مع أنه قال طبعاً ما هيشتغلي هو يقول أنه يعني ودي عرفت اللي قاعد يقول أنه أنه فكرة أنه ماس افكت تي في أو تي في شو يقول عرفت خلاك حسنا تفشل يقول أنا لا في المشروع لكن يقول أنه يقول تحمس لها و سعيد 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 ممكن يأخذ استشاراتي نعم 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 تحدي نعم لا يوجد خيارات للصعوبة سيفو 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 منطقية وهم قالوا انه اللعبة طبيقتها كانها روغلايك واللي تهيأ لي انا كان قررت عنها كذا يقول لك اتوست عن روغلايك يعني ما هيب روغلايك روغلايك يعني فيها حبكة يقول لك انه اللاعب بيكبر في العمر كل ما مات ويأثر على الابلتيزة والقدرات اوه اوكي حلو غير كذا عندنا فورتنايت شابتر 2 بينتهي فيه 4 ديسمبر اللي هو اليوم اليوم يوم التسجيل اليوم السبت 4 ديسمبر يقول لك فيه فنالي نعم توقيت نعم توقيت سوف يستطيع أن يقوم بسرعة 30 منتظر من الوقت لأن هناك إثناء أخبار أنه أول شيء أنه ستوديو كلاود تشيمبر هم اللي شغالين عليها لكن ذي المرة يقول لك أنه أنه أحداثها في ذي الفترة راح تكون في 1960 فوالله ما يشكل من العاب اللي أنا استمتعت وأنا ألعب فيها فنشوف وضعها كيف دلحين يعني بالعكس أنا منتظرها إذا بالفعل خبر صحيح أنهم شغالين فيها منتظرها صراحة أوكي أنا والله يريد أن أمسك خطف الثلاثية يعني بايشوك وان لعبتها كثير وسما خلصتها كانت مرة عجبتني بس مدري بشي ما خلاني يكملها طن سفرة وان علقت علي يوم ألعب الريماستر آآ ريماستر صح في مشاكل لعبت وانفنت كانت مرة حلو صراحة هي هيدي لعبتها وخلصتها أوكي لعبت بايشوك الأولى وخلصتها وتأخرت بس بدل الملعب بايشوك 2 طبيت على إنفنت أوكي لما حاولت أردع بايشوك لأن الميكانكية وطيقة اللعب في بايشوك إنفنت اختلفت تماما عن بايشوك 2 فما يقدر ترعب بايشوك 2 أوكي اي اي تقول اي اي تقول اي اي تقول اي اي تبني اي يقول لك يونيفورس حق باتلفيلد ويو ويرأسها فينس سامبلا هذا تبع ريسبون يقول لك بيمشي من استوديو وفينس سامبلا بيأخ مكانه الله يا باتلفيلد ويصير رهيبة أنا أعلمكم كما هذا الشخص بيمسكها ويصير رهيبة يقول لك يعني بيصير يونيفورس سيما صار مثلا في ماربل في كذا شو كذا العالم العالم فبيسوون نفس الشي في ألعاب مختلفة من باتلفيلد وفي يعني غير كذا في باتلفيلد موبايل بعد بيخشون في السالفة هذا شي جدا جدا رهيب صراحة وأتمنى يعني باتلفيلد تجينا مسقولة وتكون متازة مع أنه والله يعني البوغز مرة تجيب لك لحظات رهيبة صح صح أنا أتفق بياك صح الموديوات اللي أشوف أضحكني ضحك ايه لو تناظر هايلايت ريز مليان باتلفيلد توقع يعني كنتنت يعني في النهاية لا وكثير ناس اللي لعبوها يقولون ترى حلوة بس مشكلتها انها تعليقاتها تعليقات إلى الأبد ايه 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 يقول لك برضو على أطاري ريسبون انه ما راح يبيعون تايتن فول خلاص بشيلون تايتن فول حتى بشيلون من سيربسز اظن الأولى ايه ايه اوكي ايه مكسن سيحي ارى كانها مولتيبلاير ارى ايه وطو اصلا وفيه ايه ايه اهم شيء ما يشيلون ايه ايه لا طو امتازة اه غير كذا انا من المرة مع كرون كروس اه اعني على وقته كانت لعبة خرافية لكن ما اعتقد انها من الالعاب اللي اللي لو تلعبها الحين تكون حلوة يعني يعني ما تشوف انها كلاسيك يعني اه لا صعبة يعني كيف اقول لك زي لما اوكي اه 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 تقريباً نفس الطريقة بس بنواحي ثانية عرفت اه يعني يعني ريمستر يعني يعني كيف اقول لك يعني ايه يعني يعني تعيش في عصرنا هذا أحسن من كرونكروس معنا نفس الطريقة يعني بوليغونز على باكراونز صورة كذا عرفت بس اللي والله إلى الآن كلاسيكي وإلى الآن يعني شيء مرة خرافي في اللعبة الميزيك مطبيعي مرة مرة مميز الميزيك حقها مرة حلو بس بالمصطلح دينت ايجويل ولا هذا اللي اكسد ايه دينت ايجويل بس هيكنا يكون غلطان ما نشوف ألعبها وإذا نزلت ونشوف عد مدري فيه فيه ناس يقولون نهاري ماسر فيه ناس يقولون نهاري مايك الله يشوف أنا لو بيسولي إياها نفس طريقة فاينال فانتسي 8 إنه تحسين في الرسوم شوية لما عندي مشكلة أوكي اي لا أنا بالنسبة لي باتل سيستم شوية كذا كان مم مرة تعقيدة كان مدري على غير سنة يس أوبر مو معقد مرة بس تعقيد شوي هذا كذا حساب يعني موه أنا فاكر ما أدري هو طريقة أصلا حتى التلفيل حقهم تركانت جدا شاطحة أي تلفيل ثابت مو لا مو ثابت إذا أنا فاكر صح إنك تقعد مثلا ضارب بوحوشة في منطقة أي طيب فجأة بيجيك زيادة في الستاتس اتاك دفنس ماجيك واتفا طيب أنت تشوف الستاتس هذي إذا كانت مناسبة لك تروح تهزم البوس أوكي إذا هزمت البوس الستاتس هذي لجيتك هي بتيجي نفسها عند البوس أو تيجي مدبلة ولا شيء حاجة زي كذا يعني ما أتذكر هذا الشي أنا أنا فاكرة كانت بدأ يعني واحد من الشباب أي حرفيا أنا مشيت في اللعبة شوي لكن أنوي هذك الرجال كان رائق إنه كان ينقل الستاتس حقه وصلنا أنويه نفس المكان هو الستاتس حقه كان ضارب وأن الستاتس حقه كان عادي ما دعا لما لعبتها في وقتها ما كان تعرف عن ذا الشي بس عادي لعبتها straight forward ما كان فيه يعني أشياء احتجتها لفل ولا هذا لا بس والله يمكن أنا ناسيها بس لما أذكرها الحين أحس أنه ما ما أنا متحمس لها بس إن زالت نشوف يكن يكون غلطان يعني وطبعا فيه كروس أوفر شاطح الآن خلاص أعلنه عنا رسمي كان مسرب مع لعبة على الجوال اسمها Another Eden free to play adventure موجودة على هذا وطبعا فيه كروس أوفر بين كرونو كروس و هذه اللعبة والكروس أوفر سيكون في 9 ديسمبر يعني بعد خمسة أيام من الآن أنا حملت اللعبة واسم لا لعبتها أريد أن أشوف قصتها بس فيها شيء ثاني أهم أكيد غير كذا عندنا Epic Games تستحوذ على Harmonix مطورين Rock Band هذا خبر ترى نعتبره جدا 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 قوي رهيب بعد لأنه لأنه ألعاب زي Rock Band و Guitar Hero تحتاج البزنس مودل حق Epic اللي زي Rocket League و زي Fortnite تحتاج أن اللعبة تكون free ويصير free to play ويصير فيها أشياء جوا تشتريها ولا هذا وتكمل مع الأغاني والليسنس تجدد اللي ينشاء اللي ينحط اللي هذا وتقعد لعبة مستمرة ما تصير لعبة تشتريها يعني مرة ينفع لها لأنه بخاص جيك أغاني جديدة تضيفها أو أغاني قديمة ما أضفتها الحين تضيفها أما تحطها في باكيج واحد تشتريها يصير لازم أو تحطي أبديت وهذا يكون شاري اللعبة و يصيرها أحس الموديل حق فورتنايت و و و راكت ليج أو يمكن موديل ثاني و لم يقوموا بها و لم يقوموا بها لم أعجبتنا على بداية الإكس بوكيج لأنه لم يقوموا بها صح أتوقع لو أبك يمسكونها لأنه عندهم سيرورات و عندهم فلوس و عندهم كل شيء يقدرون أن يمسكونها صح و بالله لو يصيروا الديل مع سبوت فايل لأنه عندهم فلوس يقدرون يكون شيء مرة كرير هارمونيك في نفسها صعب تشتري اللايسنس صعب إنه أعرفت أبك جيمز كبيرة تشتري أنها تقدر تمشي هذا الموضوع ممكن ممكن في النهاية ممكن ممكن و خبر اللي بعده عندنا اكت فيجين بلزرد و مشاكلها تستمر احتمال كبير بوبي كوتك يتقشع أو يعني هو اللي يطلع يستقيل يستقيل و يقول لك هو قال بنفسه أنه ممكن أنه يمكن يطلع إذا ما قدر يصلح مشاكل الشركة الآن غير كذا على أطاري مشاكل اكت فيجين بلزرد غير سوني و مايكروسوفت اللي عبروا عن استياءهم الموضوع الآن ننتندو خشو في الموضوع نفس الكلام مين اللي فتح السالفة اللي فتح أي سالفة ننتندو ننتندو دوك باوزر دوك باوزر رئيس باوزر مزبد باوزر لازم 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 لا نستطيع الموضوع نقول إننا نحن موقفين، لا مع اكتفيجن ولا غيره أعرف أن نركز على التريلرات والريفيلز وهذه الأمور وطبعاً الناس شابوا عليهم وقام بعدين قال عطى التصريح هذا قال إنه اكتفيجن بلزرد لن تكون موجودة في أمامي العاب اكتفيجن بلزرد لا تكون موجودة في أمامي لن يضبطون أمورهم لو إنه ما وقف مع كوجيمة في سافة كونامي كان عادي يقدر يقول والله أنا زي ما أنا يدين تيك سايد مع كونامي وهذا ما حيأخذ سايد هنا أنا أنا يكن دم هذا بس أنا ما علي بفصل بس طبعاً ما تمشي هالأمور الحين بشبون عليك يكفي سيئو الرئيس حق تويتر طلعوا له تويتر قبل 11 سنة شبوا عليه فيها مو مو استقال استقال حين حجل جاك استقال جاك استقال جاك عين ومكانه سيئو ثاني هذا الرجال يدوب بس كتب مرحضة طلعوا له تويتر قبل 11 سنة شبوا عليه فيه بكل بساطة هذا اللي صار غير كيما كوجيمة يفتح استيديو للأفلام والمسلسلات والموسيقى فلم تيفي ومسلسلات والمسلسلات والمسلسلات والموسيقى موسيقى موسيقى انريل انجين 5 في هذه ردت ننبشوها قالوا انهم حصلوا بعض المعلومات في البلايستيشن نتورك انه فيها بتكون تجربة لعبة ميتريكس وتستخدم انريل انجين 5 طبعا هما لانهم لقوها في الملفات ببلايستيشن بعضهم قالوا احتمال تكون حصية لبلايستيشن لكن مو شرط قالوا لقاينا بس الملفات يعني مو شرط انه وشي حصل لهم 100% يعني صدق هذا ممكن يكون شيء للفي ار إذا هي اكس بيريس اتنك في ار موسيقى 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 فول غايز تأجلت على سويتش و اكس بوكس عادل انت تقول هما ما يأجلون شيء اه 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 شسن بيأجلون نسخة السويتش والاكس بوكس الى السنة القادمة اه اتوقع عشان البنداميك غير كذا عندنا ايلوي تأجي لي فول غايز توقعون تأجي بس لحقة البلايستيش ولا برضو اكس بوكس و سويتش و هذا اللي سألته في نفس الشيء مثلا ربنتو فاكرين لما أعلنوا عن امونغاس امونغاس قالوا انه نسخة البلايستيش بيكون فيها شخصية راتشت 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 يس راتشت يس رهان هي نفس الشيء طيب ايلوي بتكون انها موجودة على الاكس بوكس ولا بس على البلايستيش ولا ايش البضع يعني لانه هو فيه امثلة لالثنين يعني مثلا فورتنايت عادي حطوا كريتوس وتلقاه على الاكس بوكس و بلايستيش اه والسويتش بعد ما عندك في عندك روكت ليك روكت ليك تاكس بوكس تاكس بوكس هايزلايت ستوديوز انه عساس انها قريبة من اسم تايك تو اه تريد مارك اللي تبوون تحطونا قريب من التريد مارك اي هذه زلايت خلاص يقول لك انه يعني استغنوا عن تريد مارك تريد مارك التكست هذا يعني بعيدة من Take-Two هيا طبعا أنا بس مستني حاجة مستني جوزيف فارس إذا جاء طلع في كاموورد ما يقول هي فيديو يقول طوطيو يا Take-Two Copyright System واحد واحد من الشباب يستهبل قال أنا متأكد قال جيف كيلي قال من الآن بدأت صالات قال يا أنكم لا تفوزون بأي جائزة أو لا تخلو لي يدخل الحفل عطوا جائزة بره لي فشلنا لا بالعكس 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 كونتنت الرجال بيمفوزونا هصلا بالجائز استابل بالجد هاي تكسوصة مرشحة خلاص يجيب وغير يجيب وخلاص هاي ممكن ما يمنع ممكن طيب هذا كان آخر خبر ننتقل إلى هاشتاق الألعاب صحيح 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 الله يعين نأ أنت ما قلت وش الفقرات في البداية كنت قاعدة أستناء أزياء ناحسة طيب خلينا نشوف وش عندنا من مشاركات ناحكم مشاركات القديمة تقدرون تشاركون اي 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 في الشات صح تقدرون تشاركون طيب عندنا مصطفى يقول سلام وش العطل الفني اللي جاكم ان شاء الله بس يكون جني عمرار قرر يفصل للنت لو أحد تعور وش احنا حطينا انه حصل شي تقني ولا لا بسبب ما قلنا شي معين اي لا لا احنا ش اسمه احنا بس ما قدرنا نجتمع احنا لا كلنا كنا مشغولين ما قدرنا نغطب اي احنا احمد يقول ليش اسعار ايادي التحكم غادلية اليومين اتوقع لنا فيهم تك اكثر اكثر يعني قصد الاصلية ليس الاصلية اللي فرس بارتي اي اه اطرفه يعني لو نقارن احنا مفي احنا هل ما أظن سبعين كنترولر برايس خلا نشوف الكنترولر ايه سبعين برضه سي البرو كنترولر زي السويتش برو كنترولر و اكس باكس سيريس اكس كم كان هلا نشوفه الأمريكي أظن سعره خمسين ستين و سبعين واحدة منهم ستين أرخص منهم عشر دولار و غيرك هذا أصلا تجل تستخدم ايادي اكس بوكس عادي وتشتغل تماما هنا يعني الاكس بوكس يأخذ من ناحية الكنترولر لكن هو الوحيد اللي ما عنده موشن البلايستيشن والسويتش عندهم بس هذا ايضا بس هذا ايضا قرأت خبر قبل فتر بس مو مؤكد قالوا انه مايكروسوفت رفعت براءة اختراع انه زي الادابتف تيقر تبع بلايستيشن بس الى الان مو مؤكد حتى الان اوكي انا استبعد انه اذا جدت يزيت تعرفه كمان لا تدري شيء يضحكني على موضوع ما اسمهم الهابتك فيدباك انه اوه بلايستيشن عنده هابتك فيدباك ما تكلم عن اتكلم على الهزاز من الهزاز هاذا الاكس بوكس 1 عنده من زمان هابتك فيدباك من الاطلاق عندهم هابتك فيدباك احتى اذكر كان لا ري ريب يقول مظل بس نسر انه قاعد يقول اوه بس هناك اوه بس لانه وقت يقول انه تنسر اوه بسيوكس مهامهم انه تعلم هابتك فيدباك اوه من استعلم حيضا اوه عندنا هابتك فيدباك سبحان الله في عندنا في التشات نحن جاوبنا على هذا ولا لسه كيف الوضع خلاصا الأسعار نشغالها اليومين هي كده هي كده طلال MZ07 السلام عليكم الشباب هل توقعون أن نشوف عرض لعبة Dead Space Remake The Game Awards صح كان معلن عنها الله مفروب معبت إيش Dead Space Remake آآ إن شاء الله نشوف سوى نشوف نشوف هناك في E3 إيوه إيوه دون على فكرة معطي جواب النسبة يقول لك ليش سعار اليد مرتفعة نقص في أشباه الموصلات لا هو يقول ما أعتقد إنها صحيح صحيحة للأجزة ليس للا طيب عندنا وش بعد أمير العيسى هلا وسهلا يقول السلام عليكم جانا ريد من من يعرف عن الاسم من سهلي رايدين صالح 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 وش وش كعد تنف صالح قلت لكم من البداية ما أنا قادر أرى من البداية من البداية شكرا يا صالح أمير العيسى يقول متى نشوف السيديو الجديد لأنه طال انتظار ضبطونا بتريلر على الأقل وش صار على خالفة احد الرش في أماق المحيط أول شي السيديو لا يوجد شيء معين نحن نمشي أفلاين لن أقدر أضبط شيء هنا عندي في البيت أو نشوف حلول ثانية وعلى المخالفة أنا فجأة يوم لأيام أريد مخالفتي أريد أن أرى أين سويت المخالفة هذه إلا فجأة يعطيني في المحيط الأطلسي جنوب غير أفريقيا مشغل VPMنا أحمد مبنى اللي عطاني لهذا شغل أفد مخالفة وبدفعها وش بعد غير كذا فات جنك يقول تصحيح لو تعترض على المخالفة ما توقع ترجع لك بسبة اللوكيشن ترجع لك 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 فات جنك يقول تصحيح على قلتش السيارة التي تكبر في GTA 3 هذه طويل عمر قلتش موجود من أول إصدار على PS2 وكان معروف ب Ghost Car بس برضو لعبتكم سبع 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 لأن يعني مايكروسوفت فعلياً هي الوحيدة اللي تقدر سويها لأنه عندها الفلوس أنها تسويها وعندها برضو خوادمها تستخدمها لأشياء ثانية فيعني حتى لو خسرت شوي على الحق لالعاب يقدرون يعوضون بأشياء ثاني على الفكرة ترى قبل الفترة برضو تكلم فيل سبينسر ترى قال انه ترى اللي يقولون انه نحن نحرق فلوسنا في القيم باس ترى قال كلام خطأ ترى الخدمة ستينبل جدد الآن قال نعم، يمكنهم لقوا طريقة ثانية بلاي ستيشن بأنهم يقدرون يسوونها بدون ما يصرفون الصرف اللي يسووه ميكروسوفت يعني أنا مثال توقعي يصير بدال ما مثلا يكون في استحواذ استوديوات كثيرة زيما سووا اكس بوكس عشان ينمون الـ Game Pass يصير يجيبون انديز يتعبون عليهم او يتعبون على تدويرهم يتعبون على انديز كذا يجمعونهم يسوون ألعاب يركزون على ألعاب تكون حلوة ورّة وتكون في الباس حقهم ومو شرط انها تكون ألعاب مكلفة تصنيعة لكن تكون حلوة أنا أحس انه كذا يبدون بعدين شوي شوي يقدرون يجيبون ألعاب قوية ممكن يعني لو ركزون على أن على الأقل الفرس بارتي حقهم يصير نازل في السبسطوبشن هذا ومن بداية من أول ما تنزل اللعبة يعني ممكن هذا هو صعب عليهم أنهم يسوونها لأنهم في موقع جدا 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 حلوة من أحدهم يبيعون الألعاب نفسها وبيعونهم جيدا فإذا سوواها أنا أتصور أنهم يمكن أن تكون خسائر بالنسبة لهم لكن ماكروسوفت وضع الفرس بارتي حقهم ليس بالقوة مثل بلاي ستيشن يمكن أن يسوونها فما أدري بنشوف ما لهم إلا يبتكرون شي جديد يحطون شي جديد في الخدمة هذه أو يلقون طريقة أنهم يناقشون الناشرين غير كذا عندنا زعب للمالكي الله رأيكم بلعبة أد وورلد سول ستورم هل تستحق أم لا أنا أسمع أن تستحق؟ بشكل حلو وهذه من الألعاب التي أريد أن أعطيها وجه صراحة لم ألعبتها حتى الآن لكن نفس كلامها كانت سمعت عليها مدينة هي دائما حلوة وغضوة بس ما عمل خلصت ليلعب بشيء وأسحب على السابق عبد العزيز الخالدي يقول السلام عليكم حبايبنا يقول أنا أشوف أن الخدمات هي أفضل سراتيجية للعبين من ناحية الاقتصادية من ناحية الاقتصادية مجرد اشتراك شهري وتلعب ألعاب كثر التراب هذا شيء أسطوري سعيد بقرار سوني لكن أهم شيء الخدمة تدعم منطقة الوطن العربي ليس مثل بلاي ستيشن ناو أنا أتفقوية أنا أرادي شايف بلاي ستيشن ناو الصراحة المكتب اللي فيه مر متازة حرام أنهم يجبونها هنا في المنطقة أنا اشتراكي أمريكي فأقدر أقدر يعني استخدمها بس حرام الموجود في السعودية طلال برضو عندي سؤال ثاني يعني ستسوون بث مورت بث إيش؟ بث مورت متأخر وقته حمار متأخر وقته بس إذا كان على ويكند أتوقع إلي يوم خميس هو ولا؟ هو بيكون يوم خميس بالليل اي أنا عن نفسي ما حقدر خميس بالليل شخصيا ما توقع بس ممكن ممكن في ناس زيك يعني يعني هذا ضبطون السجاب وقددام الصهراء المناسبة لكم لشاء يلا كوي استمام أحمد أردي خذينا مشاركتك اللي قبل نروح الفهد يقول هلو سهلة ينفع طب نير ريبليكنت قبل أوطوماطا ايه هي أصلا الجزل أول أنا أول واحدة لي ريبليكنت فدوس ماذا تقول يا عادت؟ كنت بقول بوان فهد بانبسط على هذا السؤال اوه وهذا اسمه فهد بعد لكنه شكرا فهد تنكر كل شيء أغلبنا نفسنا لدينا الوهابي يقول السلام عليكم السلام و سلام أتمنى إشاعة خدمة بلاي سيشن الجديدة تكون صحيحة لكن الأهم أن الألعاب الكلاسيكية تكون تحميل قصدًا ما تكون أمو كلاود يقول أو إذا كانوا صاملين على البث يضعوا لنا سورفرات قريبة وتدعم كافة السورات منطقي آخر مشاركة عندنا من محمد يقول ليش النسخ الفيزيائي تكفر تقول الفيزيائي قل ملموسة شيء سيء محلو يقول ليش النسخ الفيزيائي من الألعاب صايرة أرخص من الدجتل رغم أن المفروض يكون العكس كون أنه وفرنا سعر الأقراس والغلاف والشحن يقول الصراحة ندمت أني أخذت البلاي ستيشن الدجتل هو كلامك صحيح يدبي لحد ما عشان محد قاعد يشتري أو محد قاعد يشتري أو يعني ما نفذت الكمية اللي موجودة في المحلات يبقى يصرف اللي عندي أو حتى يعني هو محلات التجزئة يكون عندهم شيء يسمى شلف لايف أنه كم هذا المنتج يجلس على الرف ومفروض أنه ما يجلس كثير فكلما جلس كثير كلما صار تكلفة أكثر على الناش الأول المقصب أكثر على هذا فعشان كذا يصير أرخص مع أنه كلامك مطقي جدا يا محمد لكن هذا الشيء يقضي على اللي أنت قلته الغلاف والسيدي والمدري إيش وهالأمور فكذا حتى يعني مستقبل شكله بيتوجه إلى الدجتل يصير الفيزيكل أو النسخات الملموسة تكون الأشياء كولكتور نسخة مجمعين نسخة خاصة مدر إيش أو يبيعون كلمية بسيطة بس أونلاين تطلبها أونلاين يعني كذا هذا اللي يتصوره طيب عندنا مشاركات في تويتش في شيء كذا على السريع عندنا ذادون تكلم عن موضوع خدمة البلايستيشن قالت ذكر شوف التسريب يقولون بيصير فيها أكثر من بلان الخدمة هذه هو أين الآن يعني زي ما قلنا يعني أخبار ما في شيء رسمي يعني طراطيش بعدين قال طراطيش وبعدين قال بتنزل أف أف بتنزل لعبة على الإكس بوكس أي أف أف تقصد يمكن قصة أونلاين يا يعمل تخل على آخر الفودكاست أف تقصد ركيس توقيته مناسب فشيسما تنزل على الإكس بوكس أظن في أحد سأل يوشي بي على الموضوع هذا وكأنه قال أنه نوده أو أنه شيء زي اللي منطقين من نزلون عليه بس ما في شيء مؤكد هذا الموضوع حسنا فيه كازم باز قال أحمد عرطاني كرونو كروس دكنية تسوي تختيم كرس سنوية لكرونو تريقر والله سويت في رمضان بسنة رمضان الجاي كازم باز هذا الكاركتر حقتي اللي يبقون يشوفونها نطشف المقروضة أي طيب يعطيكم العافية على المتابعة ويعطيكم العافية على الحضور يا شباب ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة سلام اشتركوا في القناة